الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله 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 أشهد لا إله 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 أشهد أنه محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قيا على الصلاة قيا على الصلاة قيا على الفلاة قيا على الصلاة والله لا إله إلا الله الحمد لله الذي خصى من عساق من الله المحمود والصلاة والسلام على أشرف مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإمسان إلى يوم الميعان أما بعد إخوة الإسلامي مصيف ونفسي من الله رزقنا الله وإياكم تقوى وجعلنا من أهل الولاد إخوة الإيمان في هذه الأيام في أول جمعة من ربيع الأول تستقبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوما هو من أشرف الأيام لأنه تشرف ربيع الأول ببروز سيد الأولين والآخرين الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيه فالشهر تشرف بسيد الوجود لو ولد في شهر رمضان رمضان مشرف شرفه الله لما كان هناك ميزة ولكن عندما هلد في هذا الشهر العظيم تشرف الشهر في بروز هذا الحبيب فإخوة الإيمان لابد أن نفرح بهذا الحبيب ونعلم أولادنا كيف يفرحون برسول الله صلى الله عليه وسلم أتنون أن أبا لها وكل يعلم عنه عندما هلد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرفه ثويبا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها فأعتقها فرحا بهذا الخبر فرحا بمورد رسول الله صلى الله عليه وسلم فورد في الأحاديث الصغيرة أن كل يوم الإثري يخفف عنه يخفف عنه من عذاب الجحيم فرحة فرحة لأنه بعدها فرحة فرحة لأنه بعدها فرحة فرحة صلى الله عليه وسلم أتى أنه في يوم يخفف عنه بسرور في أحمد فما ظنك بالعبد الذي أدعه في أحمد فما ظنك بهذا العبد الذي يفرع برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يجعل حياة البياء والأهم تسعى كل يوم من أيام حياتي بدأت وأتى مع أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة دائما دائما يفرح ويقول الله تبارك وتعالى بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفرح هو خير مما يجمع وامتنى الله علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن فعفة رسول الله هي نعمة من أجل النعمة وامتنى الله به علينا حيث يقول لقد مذنى الله على المؤكين يربعة فيه رسوله من آم أنفسه يكتب عنه في آياته ويزنين ويعلمه الكتاب والحكمة فامتنى الله به علينا لأنه من أجل النعمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الله بلده فقال لا أرسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد فبعد الأنبياء فبعد الأنبياء إذا ما يتعرض له ظلم باستنبه فلاك التبيل يجيب عن نفسه وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ما قالوا له لست المسل قال الله تعالى يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المسلين فأخصب الله كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعم أخصب الله في عمره وقال لعم وذكر الله سبحانه وقال ما كتبت فؤاد أمره وذكر الصوت لا تنفعوا أصواتهم فوق صوت النبي ولا تجعلوا بالقوم فجعل بعضهم ببعض أن تحبط أحبط وأنتم لا تشعرون انظروا إلى تعظيم لا إله بل قال وإنك لعلى فرق أرض خلقه وشففه وعظم أخلاقه فلهذا معشرة الإيمان لم تدلنا أن ننفر شماله في بيوتنا لا سيما في هذا الشهر الأرض في هذا الشهر الفترة وكذلك يوم الجمعة وليلتها أن ننفر عليه حتى يحبه مبادنا ويقول كل الميت متلع ينفر رسول الله لأنه يقول ألمره مع من أحبه أقول ما نسمحه أستغفر الله ليباد ورسائل المؤمنين فاستغفره إنه هو الوقر الرحيم والبر الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على العشرة في الأنبياء والمسلين سيدنا محمد في عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد المسيط ونفسها من أمو الله عز وجل لأنها مسيطة الله للأولين والآخرين وهي كما ذكرها أكابل الصحابة الخط إلى الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم ولهذا نحشر الإيمان التقوى ألا يراك الله حيث نهى وألا يسجدك حيث أمرا ألا يسجدك حيث أمرا وألا يراك حيث نهى فالتقوى في امتزال أراضي لله واجتنا في نواهيم فنجدد في هذا الشهر العظيم أولا إلى الله بل كان مقصرا في صلاته بل فالك صلّ قبل أي صلّ عليك صلّ قبل أي صلّ عليك وتصدق قبل أن تأخذ قبل القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفروا إما رسمناكم من قبل أن يأتي أحدهم من يوم فيقول ربي لولا أخذني إلى أجل القريب فأصدق وأخذهم من الصالحين ولي أخذ الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وننقل لأولادنا كيف كان يتخذ محمد النبي العظيم وألا أن سيدنا الحسن المصري كان المجار الأسرارين فكما من هذا الجار يتقاضر من بيته نجاساً إلى هذا الإمام العظيم ولكنه الصبر ولم يتكلم لأنه متخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا بروا الحسن المصري فجاء هذا المصري لزيارته فلما أدرأ ما يتقاضر من بيته فزر وقال كنت كم تحضر أعني هذا فقال سيدنا الحسن المصري منذ عشرين سنة أتنكون ماذا فعل هذا المصرح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه حفظ رسول الله لماذا دعاه من الإسلام دعاه من قرق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقوم أنبى لربي وأحسن تأتيه الذي ندر في أفوت العفوى وأطمر بالعرف وأعلم عن الجاهدين فلما سأل أفعناها قال أعلم من حرمك وصل من قمعك واعف عن من ظلمك هذه هي أفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر الإيمان فلهذا يبغينا أن نتحدى بها لندعوا إلى الله بأخلاقنا قبل أفوالنا لأن قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخنق بها أبنه وأدفعوا وأقوى في الدعوة إلى الله من ألف قطرة لأن تخطو ألف قطرة بمقابلها قلق من أخلاق رسول الله أن نتحدد بها وندعونا سيريها آخرا لنشر جعوة من ألفهم فلهذا معشر الإيمان فينا نتحدث بهذا بفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسر بالذكر لأنه سيد الأولين والآخرين هو الحبيب الذي تجى شباعته لكل هول من الأهوار المتحدة فاقى النبيين غرفة وفي قربة فلهذا لا تدلل أن نفسد من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين يقول الله تفاقه وتعالى إِلَى اللَّهَ وَالَيْمَ تَوْصَدُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا فَسْلِمَا اللَّهُ صَدِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَلَى النَّبِيِّ الْعَظِيمِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ وَعَلَى الْقُنَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرِكْ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيْ وَرَضِيَ اللَّهُ أَنْ أَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ الْأَجْمَعِينَ اللَّهُ صَوْفِرْ لِلْأُمِنِينَ وَالْكُمِنَانِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ الأَحْيَاءِ بِهُمْ وَالْأَجْوَالِ اللَّهُ وَالْمَرَ وَعُمَنَ وَالْمُسْلِامِينَ اللَّهُ الصُّائِينَ اللهم سين أخلافنا في القرآن يا ذا الجلال والإكرام أبثنا على دين الإسلام عباد الله رحمكم الله إذا الله يأخذ بالعدل والإحسان وإناء بالقربة وينهى عن التحشاء والمكة والأرض يعلمكم لعلكم تذكرون وكر الله يأخذكم ودعوكم يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما نسعه